أكثر من مليار دولار وتراجع في الإنتاج اليومي بحوالي 181 ألف برميل هي خسائر ليبيا جراء تبعات إغلاق المنشآت النفطية وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة المؤسسة ورغم توقف الموانئ النفطية إلا أنها أوضحت في بيانها بصفحتها الرسمية بفيسبوك استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين مشيرة إلى تزويد مدينة طبرق بالمحروقات من المناء بشكل مباشر إضافة إلى وصول نقلتين محملتين بالديزل والبنزين إلى ميناء بنغازي على أن تباشران التفريغ لاحقا الوطنية للنفط أشارت أيضا إلى تحويلها أحد خزانات النفط في ميناء البريغ النفطي من خزان نافث إلى خزان للمكثفات حتى لا يتوقف الغاز عن محطات الكهرباء زويتينة وشمال بنغازي ومع ترد الأوضاع الأمنية تعاني مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية نقص الإمدادات وفق الوطنية للنفط وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها وفق وصفها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا من جهتها أعلنت إن الإيطالية على لسان رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي تقليص إنتاجها في ليبيا إلى النصف لافتا إلى أن إنتاج الشركة انخفض إلى حوالي 160 ألف برميل في اليوم بينما كان سابقا 300 ألف برميل إذن هي خسائر فادحة جرتها وراءها تبعات إغلاق حفتر للموانئ والحقول النفطية مصدر دخل الليبيين قد لا تحمد عقباها وتجر البلاد إلى انهيار اقتصادي إذا استمر تعنت قوات حفتر في إغلاق الحقول